السلام عليكم أحباء التلاميذ سنبقى اليوم مع درس آخر من دروس اللغة العربية نص أدبي بعنوان الراعي دائما في الوحدة السابعة الأسبوع الثالث سنبقى مع الحصة الأولى المتعلقة بالقراءة والفهم وخلال هذه الحصة سنتدرق إلى ملاحظة النص قراءة النص سنتعرف صاحب النص نوعية النص ثم سنمر إلى فهم النص سنبقى مع ملاحظة النص لاحظوا جيدا شكل النص إذن من خلال شكله يتبين أنه نص شعري حيث أنه يتميز بنظام الشطرين ما هو عنوان النص؟ عنوان النص الراعي حسن إذن لاحظوا الصورة جانب النص إذن ما الذي يظهر في الصورة؟ ماذا تلاحظون في الصورة؟ إذن الصورة أو على الصورة نلاحظ راعيا مع أغنامه ماذا يحمل الراعي في يده؟ يحمل نايا إنه يتغنى بنايه والأغنام ترعى بجانبه حسن إذن من خلال الصورة والعنوان يتبين أن النص سيتحدث عن الراعي حسن أما الآن فسنبقى مع قراءة النص الراعي تغنى في السهول وفي البطاح فأشجى الطير في فلق الصباح ترى الأغنام ترقبه وتأتي لصوت الناي من كل النواحي وتمضغ عشبها الهاني دواما على نغمات ناي أو صداحي ترى آلي خيالا في الروابي يموج مع الصراب على البطاحي يرافقه على الوادي قطيع سمير في الأصيل وفي الصباح يهش له الربيع شذا ووردا فيبتسم البنفسج للأقاحي فما أحلى أغاني صوت راع تغنى للربيع وللملاحي قصار جهده أبدا قطيع وناي فاض بالسحر المباحي إذا ما الشمس نحو الغرب مالت وسال التبر من فوق البطاحي يعود لكوخه النائي سعيدا كما عاد المظفر بالنجاح ويهنأ والسعادة سحتويه بحلم مشرق اللمحات ضاحي فينسى كل هم في الليالي بقريته وينعم بالمراحي ويقنع بالقليل وليس شيء أعز لديه من نور الصباح شكرا فلنتعرف الآن على صاحب النص ولد الشيخ أحمد بن محمد الخليفة عام 1959 بالبحرين اشتغل في عدة وظائف حكومية صدرت له مجموعة من الدواوين الشعرية منها أغاني البحرين وهجير وسراب والقمر والنخيل وغيرها فالنمر الآن إلى نوعية النص إذن النص عبارة عن قصيدة شعرية حائية إذن حائية بمعنى أن قافيته هي حرف الحاء أو قافية القصيدة الشعرية هي حرف الحاء يتحدث فيها الشاعر وعن الراعي الذي يقوم بمهمة أساسية تتمثل في المحافظة على مظهر اجتماعي ستميز به الحياة في القرية إذن فلتطلعوا على الأنمي معجمي بحيث هناك مجموعة هنا الكلمات المشروحة في كتاب المدرسي ثم هناك سؤال أبحث في معجم اللغوي عن معنى التبر إذن معنى التبر في معجم اللغوي التبر أولا هو اسم بمعنى الذهب الخالص أو فتاة الذهب أو الفضة قبل أن يساغا إذن قبل سياغتهما إذن أبحث في المنجد عن معنى الأصيل إذن معنى الأصيل في المنجد الوقت حين تصفر الشمس لمغربها أي حين اقترى بمغربي الشمس فالنموم الآن إلى أجيب فلتحاول الإجابة عن أسئلة الفهم قبل أن تطلعوا على الأجوبة إذن السؤال الأول أين يتغنى الراعي؟ ما الذي يطرب لغنائه؟ ثم أين رأى الشاعر الراعي؟ كيف ترى آله؟ متى يتوجه الراعي إلى المرعى؟ هل يشعر بالملل؟ ولماذا؟ متى يعود إلى كوخه؟ وكيف يعود؟ إذن الآن فلنحرف على الأجوبة إذن يتغنى الراعي في السهول وفي البطاح يطرب لغنائه الطير لقول الشاعر فأشجى الطير في فلق السباح أي أطرب الطير رأى الشاعر الراعي في الرواب أي في الأراضي الخصبة الأراضي الخصبة ذات العشب حيث يتوجه الراعي بأغنامه إليها تراء له كأنه خيال يموج مع السراب يتوجه الراعي إلى المرعى صباحاً لكنه لا يشعر بالملل لأن برفقته قطيعه ونايه الذي يتغنى به يعود إلى كوخه إذا غربت الشمس وهو سعيد حسناً أحبائي دمتم بألف خير وعافية وإلى درس آخر ترجمة نانسي قنقر